نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يكون العراق طرفاً في الصراعات الإقليمية بين إيران والسعودية وقال العبادي في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية إن بلاده ليست بوابة لإيران ولن تدخل في صراعات إقليمية على حد قوله إلا أن العبادي أشاد بما وصفها بالإشارات الإيجابية التي أرسلتها الرياض في اتجاه تعزيز العلاقات مع بغداد ترجمة نانسي قنقر